الحمد لله حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلمت سيماً كثيرا أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وأوقاتكم بكل الخير في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في رحاب صورة نلتقي وعلى مائلة القرآن نجتمع وبفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغان مين رحب حياك الله يا دكتور حياك الله حلقة جديدة من رحاب صورة ونحن نتشرف ونسأل الله أن يلزقنا الصدق والإخلاص في خدمة القرآن اللهم آمين لعلها تكون حلقة الأخيرة في صورة الشعراء أو في رحاب صورة الشعراء أذكر أننا في أواخر الصورة طبعاً أذكر لأخوة المشاهدين بأنه إذا كانت لديهم أسئلة فإننا نستقبلها على بريد البرنامج الإلكتروني لعلنا بعد أن ننتهي من الشعراء أن نجيب على بعض الأسئلة ويكون هذا ديدننا بعد نهاية كل صورة يعني على حسب توفر الأسئلة كذلك وعلى حسب علاقتها بالبرنامج بشكل مباشر في الحلقة الماضية توقفنا عند انتهاء القصص القرآني في صورة الشعراء وآخر قصة كانت قصة سيدنا شعيب مع أصحاب الأيكة وتطفيفهم في الميزان وطلبهم العذاب إلى أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم عذاباً من السماء الحر الشديد ثم جاءت سحابة لكي تظلهم فأحرقتهم بالصائقة وكعادة السورة تختتم كل قصة بقول الله سبحانه وتعالى وإن ربك عفوا إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صار هذا الأمر إلا أننا دخلنا بعد ذلك في موضوع جديد له ارتباط بالسورة وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به روح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين تفضل بسم الله الرحمن الرحيم وصل الله على سيدنا محمد كما تفضل لما انتهى القصص القرآن الذي جاء في سورة الشعراء وهو قصص موسى عليه السلام وإبراهيم ونوح وهود عليه السلام وصالح ولوت وشعيب بعد أن ذكرت سورة الشعراء قصص هؤلاء مع أقوامهم الذين كذبوهم هنا عاد السياق إلى أصل السورة الآن أنت قد تقول لي ما العلاقة بين قوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين بالقصص في الحقيقة هنا عودة لموضوع السورة موضوع السورة الأول بسم الله الرحمن الرحيم قصص ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك المعجزة اللفظية البلاغية المعجزة العقلية البيانية الخالدة فهنا عاد وإنه الهاء تعود على القرآن فإذا بدأ الله تبارك وتعالى يفصل في معجزة محمد صلى الله عليه وسلم كأن قائلا يقول إذا كان الله رزق موسى عليه السلام العصى واليد البيضاء ورزق صالحا الناقة وقال هذه ناقة لها شرب فما المعجزة التي أيد بها محمد صلى الله عليه وسلم قال وإنه لتنزيل وإنه ترفع شأن القرآن الهاء تعود على غير مذكور لكنه معهود في الأذهان الكل يعلم أن القضية قضية القرآن يعني المخاطبون واضح وإنه لتنزيل رب العالمين طيب لماذا هنا قال تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين نعم وقال إنا أنزلناه في ليلة القدر وإنه أنزلناه قرآنا عربية وقال كثيرا نعم تقصد أنت لماذا خصص لا لا أنا أقصد وقال في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تتنزل في ليلة القدر في ليلة القدر لكن هنا قال نزل به بالقرآن الروح الأمين جميل وهذا صحيح من الذي أنزل القرآن أنزله الله وكلف جبريل أمين السماء أن ينزله على قلب محمد أمين الأرض في الأرض صلى الله عليه وسلم إذن انظر من البداية أستاذ محمد وإنه لتنزيل العزيز الحكيم لا وإنه لتنزيل رب العالمين لأننا في سورة الشعراء تعرفنا على من هو رب العالمين فرعون سأل واستنكر وأجابه موسى وأجابه إبراهيم جاءته كل الإجابات إجابات ونحن والله يجيقوا وهذا تنزيل رب العالمين في سور أخرى تنزيل الرحمن الرحيم حاميم فصلت يعني تنزيل من الرحمن الرحيم في غافر حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم إذن ما يضاف من أسماء مقصود لأنه يتردد في السورة وبنيت عليه السورة هنا السورة بنيت على رب العالمين حتى الأنبياء والمرسلوا لما كانوا يقول إن أجري إلا على رب العالمين في سورة أخرى إن أجري على الله إن أجري على الذي فطرني في سورة هود لكن هنا لا على رب العالمين وإنه لتنزيل تنزيل مصدر أستاذ محمد أنا سأجيبك سؤالك نزل مصدر مفعل تفعيل تفعيل نزل تنزيلاً فعل تفعيلاً صح؟ جيد تنزيل هو يتحدث عن المنزل القرآن منزل باسم مفعول لماذا أشار إليه بالتنزيل؟ آه لمبالغة وصفه بالإنزال بالتنزيل هو أوقع أسأل مصدر بدل اسم المفعول كأنه يريد أن يقول في غير القرآن وإنه منزل تنزيلاً من رب العالمين جزاك الله خير للمبالغة منزل تنزيلاً ولا دخل لمحمد في كلمة لا بل في حرف من لا دخل له كله تنزيل عبر عن المنزل بالتنزيل أو كما تفضلت إنه منزل تنزيلاً من ربه فيه مبالغة صح؟ نزل به الرؤى هذا شرح للتنزيل كيف نزل؟ أنا وأنت نتسأل نزل به أمين السماء على أمين الأرض فوصف أمين السماء قال نزل به الروح الأمين جيد أنا أنت الآن قبل قليق قرأت لي سورة القدر تنزل الملائكة والروح 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 الأمين لا لا يتعلق أمر بالأمين ليلة القدر يتنزل الروح لم يصفه في صور أخرى في سورة البقرة يصفه روح القدس في سورة المائدة يصفه روح القدس واضح؟ لكن لماذا أشار إليه بالأمين هنا؟ لأن الأمر يتعلق بالرسالة والرسالة تقتضي الأمانة والصدق وهو أأمن الذي خلقه الله من أن يعبث بالرسالة أو يزيد أو ينقصه القرآن ممتاز منزل فهو كلفه الله بالرسالة بتبليغها لمحمد صلى الله عليه وسلم وللأنبياء السابقين والرسل وكان أمينا فوصفه جبريل بالأمين الروح الأمين فهو إشارة إلى وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأمين أيضا لأننا في سورة الشعراء كل الأنبياء قالوا لأقوامهم إني رسول أمين أمين فيتناسب وصفه جبريل بالأمين بينما في البقرة البقرة تحدثت عن التقديس ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ونطهرك الملائكة قادها بها صحيح وننزهك فأولى بها وأيدناه بروح القدس وفيها تطهير يسألونك عن المحيط يقول هو أذا فاعتزل النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهر الطهار بصورة البقرة كثيرة فيناسبها روح القدس واضح واضح لا بد أن تقرأ الصورة حتى تعرف اللفظة الدقيقة الذي يناسبها والله أعطانا كل الألفاظ الدقيقة في بابها إذن الأمين هو وصفه الروح والروح هو جبريل عليه السلام على قلبك مش عليك نعم على قلبك نزل به الروح الأمين على قلبك نعم لتكون من المنذرين على قلبك ليوضح القلب هو المضغة التي إذا صلوح صلوح الجسد كله القلب هو الذي يستقبل القلب هو الذي يعقل وهو الذي يفهم لمن كان له إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو القلب والذي يدرك لذلك عندما نقول نحن العقل العقل صحيح العقل فيه الخلايا وفيه المخ وفي كذا مع علاقة وطيدة بين المخ وإذن القلب العقل العقل يعي والقلب يدرك يدرك ويتحكم في كل الجسم هو ملك الجسم لذلك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع فهو يتحكم حكا يتحكم في الدماغ فعلى قلبك أي ليس لم ينزله على على خيالك لم ينزله على بعض الأمور التي تجعلك لا على قلبك الحقيقي والرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصف وصف صلى الله عليه وسلم كيف كان يتلقى الوحي كان هو الحديث الذي رواه الشيخان ورواه عدد من مخرجي الأحاديث يقول أحيانا عندما سأل هشام بن عزام أو الصحابي الجليل كيف كان يأتيك الوحي يا رسول الله يقول أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس فيفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا كان يغطه غطا كما قال له اقرأ ما أنا بيقارئ وفي حديث صحيح أيضا قال إن روح القدس نفث في روعي أي في عقلي في وجداني في روعي بأن نفسا لم تموت حتى تستكمل رزقها طريقة نزول الوحي كثيرة هنا قال على قلبك لأن القلب هو الذي يعي فكان محمد صلى الله عليه وسلم يعي الوحي ولا ينساه ولا ننسى قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى طيب لماذا لماذا وصفه أو قال أنزله على قلبك لتكون من المنذرين ولم يقل من المبشرين ولم يقل من المرسلين لماذا الإنذار الإنذار هو في الحقيقة نزل به الروح الأمين وعلى قلبك لتكون من المرسلين هذا هو يعني في غير القرآن لكن اختص الإنذار بالرسالة اختص الإنذار للتعبير عن رسالة للتعبير عن الرسالة لأن خصوصية الصورة من أولها إلى آخرها إنذار صحيح وبيان ما لحق الأقوام من العذاب لأنهم كذبوا وأعرضوا واستهزأوا برسول الله فخص من أوصاف رسول الله الإنذار فهي إشارة إلى قريش نعم بأن الله سبحانه وتعالى أرسل محمدا رسولا منذرا أن التعذوا نعم هذا لا يعني سيد محمد حتى لا يقع المشاهد الكريم في الوهم لا يوجد صورة فيها التبشير صور فيها صور لا كثيرة فيها بشيرا ونديرا فيها ذكر للجنات فيها وعظ للقلوب فيها استمالة بوصف الجنات هذا صورة الواقعة مثلا وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في جنات هذا كله وعظ في سيدر المخضود نعم بارك الله فيك أضيف لك شيئا عندما قال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون منذرا لا لتكون من المنذرين لو قال منذرا صحيحة من المنذرين اقرأ لي بعدها بلسان عربي مبين هلو قال لتكون منذرا بلسان عربي تكلم عنه وحده لا من المنذرين بلسان عربي من شعيب وصالح وإسماعيل هؤلاء الرسل الذين تحدثوا باللغة العربية لتكون من المنذرين باللسان العربي كما فعل شعيب ألم تسبق قصة شعيب بلى ألم تسبق قصة صالح فهو كان رسولا عربيا الرسل العرب هم شعيب وصالح وإسماعيل ومحمد صلى الله عليه وسلم ودنسة واحد وهود يعني يعني الله سبحانه وتعالى وصف القرآن بأنه لسان بأنه لغة عربية واضحة فصيحة بليغة لم يستطيعوا ولن يستطيعوا مهما حاولوا أن ينسجوا على منوال القرآن فإن كان صالح قد أوتي الناقة وإن كان موسى قد أوتي العصى واليد فأنت لقد أوتيت معجزة عقلية بلاغية خالدة الآن أين ناقة صالح رحت ذهبت رآها من رآها نحن نؤمن بها لأنها ذكرت صحيح أين يد عيسى موسى عليه السلام أين العصى يعني أصبحت في خبر كل المعجزات انتهت لكن معجزة محمد مستمرة فهي معجزة عقلية لغوية لذلك نحن نركز فمن أراد أن يعقل معاني القرآن ودلالاته وأن يفهم عن الله تعالى ماذا يريد فعليه أن يقرأ هذه اللغة التي من طريقها يفهم كلام الله جميل لكن وأعتقد لا زال الحديث عن القرآن نعم وإنه لفي زبر الأولين هذا تنويه ورفع القيمة رقم اثنين نعم تفضل للقرآن نعم طيب هل هو في زبر الأولين أي أنه مستنبط من زبر الأولين أم أنه ذكر وأشير إليه في زبر الأولين كما أشير للنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقة جزاك الله على السؤال وإن الأغلب يعني إنه لفي زبر الأولين يعني بها معنى يين كما تفضل أنه ذكر عندما الكتب السابقة بشرت بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم قال بشر بمجيء نبي اسمه أحمد اسمه محمد ويؤينه الله بكتاب فذكر بالعنوان ذكر قولاً واحداً أيضاً من حيث المعاني لا نستطيع أن نقول كما تفضلت مستنبط لا المعانيه هي ذات المعاني ما دع إليه أو ما يدعو إليه وذات ما دعت إليه الكتب السابقة نعم هذا كلام صحيح ما دع إليه موسى هو التوحيد ما دع إليه إبراهيم هو التوحيد ما دع إليه إيسى هو التوحيد صح ونبذي الشركة هو ما دع إليه محمد صلى الله عليه وسلم كل الكتب دعت إلى العقيدة الصحيحة ونبذي الشركة وتوحيد الله وعبادة الله صح إلى التقوى عندما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الشورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرر شرع لكم ما شرع لهم إذن مضمون القرآن هو من نفس مضامين الكتب السابقة من مشكات واحدة من مشكات واحدة إلا أن القرآن معجز ببنائه بنظمه ببلاغته الكتب السابقة كانت معجزة بمعانيها ومضمونها لا بألفاظها الدليل ألا أنها حرفت وغيرت أما القرآن فباق خالد إلى يوم القيامة طيب وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية لقريش أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل طيب لماذا حدد بني إسرائيل لأن خطاب بني إسرائيل أولا لأن بني إسرائيل كانت لهم هيمنة وكان لهم حضور قوي في الجزيرة العربية وخصوصا في المدينة المنورة وفي تبو خيبر كان حضور اليهود تقصد اليهود لأهل الكتاب لأن هناك إشارة أن بني إسرائيل يختلفون عن اليهود هم صحيح كلهم يهود ديانة لكن العرقية بني إسرائيل قد لا يكونوا اليهود الذين في المدينة قد لا يكونوا من أصول بني إسرائيل وإنما من يهود الجزيرة العربية جميل لكن كانوا من أهل الكتاب من كتاب موسى عليه السلام طيب جميل أولا هذا آيةهم كانوا دائما يقتدون بهم حتى إنهم بعثوا نفرا من قريش إلى المدينة ليسألوا أحبار اليهود وسألوهم عن الرجل الذي بعث فيهم هل هو مذكور عندهم في كتبهم؟ فأخبروهم كما رأينا في سورة الكهف اسأله عن الفتية اسأله عنك عن الروح اسأله عن ذي القرنين فإن هو أجابكم فهو مرسل وإلا رجل متقول صح؟ فكانوا دائما يستشهدون باليهود بأهل الكتاب ببني إسرائيل يعرفونهم لا والله صحيح تعالى يقول في سورة الصف ومبشر عن لسان عيسى ومبشرا برسول من بعد يتي اسمه أحمد جميل فأولم يكن لهم آية عندما أسلم عبد الله بن سلام وإن كان العلماء متفقون على أن سورة الشعراء مكية لكن فقط هو يخاطبهم والقرآن ينطبق عندما أسلم كثير من اليهود كانوا يعلمون أن محمد مرسل ووجدوا من الأدلة في التورى وفي كتبهم العهد القديم الجديد ما يؤيد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم الآن نقف عند النحية اللفظية أولم يكن لهم آية آية خبر كان أن يعلمه علماء بني إسرائيل أن يعلمه علماء بني إسرائيل هذا المصدر المؤول خبر لا اسم كان أولم يكن أن يعلمه علماء بني إسرائيل آية جزاك الله من هم علماء بني إسرائيل كيف يسميهم الله في القرآن عادة أحبار الأحبار لماذا لم يكن لهم أن يعلمه الأحبار لأن الصورة ركزت من البداية وإذ قال ربك لموسى أن أتي القوم الظالم قوم فرعون إلى أن قالوا له أرسل معنا بني إسرائيل واضح حتى يتناسق التعبير عبر عنهم بعلماء بني إسرائيل ولم يذكرهم باسم الأحبار لكن الله صحيح على الله يقول لو أنزله على بعض الأعجميين والرسول صلى الله عليه وسلم قرأوا عليه ما كانوا به مؤمنين هذا هو هنا الترق في المحاججة سيد محمد يترق في محاججتهم قال لهم في البداية إنه لتنزيل رب العالم اثنين وإنه لفي زبر الأولين عن القرآن ثالثا يعلمه علماء بني إسرائيل لماذا كل هذا الإنكار ولو نزلناه على بعض الأعلم أعطاهم دليلا آخر هل أنتم تريدون إعجازا قالوا والله محمد لغوي وفصيح وعربي وجاء القرآن على يده صحيح جيد لو نزلناه على رجل أعجمي وقرأوا عليه ولا يحسنوا اللغة ما كانوا به مؤمنين كانوا مصرين على عدم الإيمان يعني أنت تأتيهم بآية أم لا تأتيهم هم مصرون على الإيمان هل في هذه إشارة لأنهم كانوا يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالقرآن من بعض الأعاجم علموه علموه اكتتبها فهي تملى عليه بكرة واصيلة وأعانها عليه قوم آخرون وأعانها عليه قوم آخرون فهل هنا إشارة كذلك لذات الأمر الممكن هو القرآن كلام الله أنزله على رجل عربي فصيح من قريش أنا أفسح العرب بإذا أنني من قريش لكن هو يجاريهم في المحاججة لو نزلناه انظر لو لو تفتح باب الجدال لو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ألا يكون ذلك معجزا تخيل أنت الآن يأتي واحد من غير العرب ويأتي بكلام من هذا النوع العظيم معجزة ولا غير معجزة بلى بلى كان الأولى بهم أن يؤمنوا هو قال ما كانوا به مؤمنين دليل على إصرارهم فلا تحاول يا محمد هذا الذي أريد طيب لماذا قال الأعجميين وامقوا الأعاجم على اعتبار أن الأعاجم الجمع المنطقي لأعجمي أعجم أعاجم أعجم أعاجم أقول جزاك الله على تفطونك هو أعجم أعاجم وأعجمين هنا أخضع على وزن أفعل لإيقاع الصورة ولو أن نزلناه على بعض الأعجمين لأن كل الصورة فيها النود نهاية صحيح لرقم واحد اثنين نستطيع أن نقول هو نسق تعبيري تتميز به الصورة أيضا هناك في قالوا وَأَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرَذَلُونَ ما قال أراذل آه أرذلون وفي سورة هود قالوا اتبع ما نراك إلا اتبعك الذين هم أراذلنا في سورة هود هنا خضع أرذل إلى أرذلين وهذا يسمى جمع السلامة للإيقاع العام للسورة بارك الله فيكم والله أعلم ذنبت أصر والأعجم بارك الله فيكم والذي لا يحسنوا اللغة العربية طيب ولا زال حديث عن القرآن كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم كذلك السلوك كذلك الفعل سلكناه شبه إدخال القرآن في قلوب القراشيين وبيان القرآن في هذه الفصاحة الراقية العجيبة ومع ذلك لم يؤمنوا فقال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين مثل ذلك السلوك أو مثل ما ذلك السلك أدخلناه في قلوبهم نظرا لغرابة ما أتوا ونظرا لغرابة استجابتهم كان الأولى بهم وهم الفصحاء البلغاء أن يعلموا أن هذا الكلام منزل من الله كذلك السلوك الغريب سلكناه في قلوب المجرمين وانظر من هم المجرمون المشركون عبر عنهم بالمجرمين هنا لم يقل كذلك سلكناه في قلوب المشركين المشركون الذين يعرفون اللغة العربية وهم أرباب اللغة العربية ولا يؤمنون بأن هذا إعجاز عجيب من الله في الحقيقة هم أجرموا في حق أنفسهم وفي حق درياتهم عبر عن الفعل بصيغة الماضي وحيانا يقول نسلكه أنت تذكر في سورة الحجر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين بالفعل وهنا عبر سلكناه ثمت بالحقيقة أنا ذهبت إليها في التفسير في سورة الحجر كذلك نسلكه في قلوب المجرمين أتت بعد قوله تعالى ولقد أرسلنا في شيع الأولين في شيع الأولين ولقد أرسلنا في شيع الأولين لو قال كذلك سلكناه سلكناه بالماضي وأرسلنا في شيع الأولين تنطبق عليهم فحولها إلى المضارع لتنطبق على المشركين كذلك نسلكه أما هنا لم يتحدث عن مجرمين معينين تحدث إنه لتنزيل رب العالمين كذا كذا ثم قال كذلك سلكناه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به حتى العذاب الأليم حتى هذه الانتهاء الغاية أو الابتداء الغاية نعم الانتهاء الغاية الانتهاء الغاية يعني لا يؤمنون به حتى يروا العذاب فالآية تصور إنكارهم الشديد وإصرارهم على الشرك والكفر وعدم الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون العذاب نعم فيقول هل نحن منظرون نعم يعني بعد وصول العذاب يريدون الإنظار يندمون الندم الأسود ويقول هل نحن منظرون هذا سؤال هذا الاستفهام يراد به التمني والتمني لا يقع هل نحن منظرون يا رب أعطينا وقتا من الزمان مليا طويلا حتى نعود إلى الدنيا ونؤمن من جديد فهو سؤال حيث لا ينفأ الندم أف بعذابنا يستعجلون من يقول هنا هم يقولون لا 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 هنا الله تبارك يتكلم يقول أف بعذابنا يستعجلون عندما جاءهم العذاب يستعجلون هو في الحقيقة السؤال هنا مبني بطريقة عجيبة أف يستعجلون بعذابنا انظر لت الجملة بناء الجملة أصلها أف يستعجلون فعاطفة وهمزة الاستفهام يستعجلون بعذابنا والله قلب قال أف بعذابنا يستعجلون للاهتمام بهذا العذاب هم لإنكارهم الشديد وكثيرا ما قالوا له قلت لك في أصحاب السيرة يقولون والله نسيت المشرك الذي كان يقول له يا محمد إلى متى وأنت تقول لنا سيأتيكم العذاب فأتنا به والله تعالى قال أف بعذابنا يستعجلون وعندما يقول الله فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين جيد السؤال السؤال هو إنكاري تعجيبي أف بالعذاب يستعجل والله العذاب ليس من شأنه أن يستعجل واحد إنسان يستعجل على شيء يسره على شيء يفرحه أف بالعذاب يستعجلون وبعدين أضافه إلى ذاته العلي أف بعذابنا العظيم يستعجلون هم لا يعرفون ماذا يفعلون الدكتور الفاء هنا نعم يعني كان بالمكان يقول أبي عذابنا يستعجلون نعم أرأيت إن متعناهم سنين فلماذا قال أف بعذابنا أثرأيت نعم هنا ألفاء عاطفة وأيضا يعني تفرع ما بعدها على ما قبلها قرأ لما قبلها هل نحن منظرون لما يقولون لما يأتيهم العذاب ويقولون هل نحن منظرون يقولون أف بالعذاب كنتم تستعجلون فهي عاطفة وفي الوقت نفسه يعجب من أمرهم الذين يستعجلون العذاب وكان الأحرى أن يستعجلوا بشيء يسرهم ويفرحهم جميل أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت ينسون كل شيء نعم أفرأيت بلغة القرآن أخبرني لما نقول دائما في القرآن أفرأيتم أخبروني هل تستطيعوا أن تفعلوا كذا وكذا فالله تعالى يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم أفرأيت إن متعناهم سنين متعناهم سنين عدد وسأشرح لك علاقة هذا الكلام بقصة محمد يعني بالقصص أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ثم جاءهم العذاب بعدها ماذا قال ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هل يغني عنهم ما كانوا يمتعون هنا ما تفهموا بالوجهين إما استفهامية ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون استفهام استنكاري جميل أو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون شيئا نافي نافي إما نقول ما يغني عنهم الذي كانوا يمتعون لا يغني عنهم شيئا شيئا مفعول به محذوف محذوف أو ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون هل أغنى عنهم شيئا فما والمفصلون قالوا هذا كلام استفهامية أو نافية تأتي على الوجهين بارك الله بك طيب بعد ذلك يتحدث كذلك ما زال حديث عن العذاب لكن دعنا نقف فاصل ثم نكمل وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون إذن نحن في سورة الإنذار والحديث عن الإنذار فاصل ثم نعود ابقوا معنا حياكم الله من جديد لازلنا معكم في رحاب سورة الشعراء ولازال الحديث حول نهايات السورة الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ كان هذا الاستفهام المفرغ الذي هو اسلوب القصر والحصر؟ لا هو في تأويل عندما نقول ما أرسلنا من قرية أو أعفل ما أهلكنا من قرية ما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إلا في حال أن لها منذرين واضح؟ واضح فاستثنى يعني هو يريد جل جلال أن يقول ما صلّط الله العذاب على قوم إلا وقد جاءهم رسول معنى واضح واضح فما أهلكنا من قرية في حال من الأحوال إلا في حال لها منذرون منذرون يعني الله لا يهلك القرى إلا بعد أن يرسل إليها رسولا صحيح يعلمهم ويرشدهم إلى غير ذلك صحيح فهو هكذا يكون استثناءا حقيقيا واضح جدا إذن معنى ذلك أن الإنذار يجب أن يعني إذا جاء الإنذار ولم يتعظ الناس فيكون سببا للعذاب خصوصا إذا جاءتهم المعجزة الحسية الكونية المسلمون وغير المسلمين يعني المخاطبون بالقرآن الله سبحانه وتعالى لم يرسل معجزة حسية بيد محمد صلى الله عليه وسلم وبالتالي أمهلهم لكن القرى السابقة عندما طلبوا المعجزة الحسية وأتاهم موسى بكذا وأتاهم عيسى بكذا يعني وأتاهم سميلي هود بكذا يعني استأصى لهم ذكرى وما كنا ظالمين نعم ما المقصود؟ الذكرى بمعنى مذكرين يعني تذكرة ما علاقة هذا الأمر بال وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نقطة هذه ذكرى هذا خبر لمفتدأ محذوف لها معنيان في النحو إما نقول هذه ذكرى وما كنا ظالمين على شكلة بلاغ بلاغ هذا بلاغ هذا بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون مجلونا بصوت محمد أو على ما أذكر بلاغ هكذا أصلها هذا بلاغ هنا هذه ذكرى وما كنا ظالمين أحدا أين المفعول به لظالمين ولا يظلم ربك أحدا وما كنا ظالمين المعنى الثاني تذكيرا ذكرى هو اسم للذكرى كأنه يقصد الاسم ويقصد المصدر نقرأ وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون يذكرونها تذكيرا ولم نكن لنظلمهم وما كنا لنظلمهم جزاك الله وعلى الله يذكرونهم تذكيرا لا يذكرونهم ذكرى اسم ذكرى لكن هو أنا صراحة أمير إلى أنه خبر لمبتدأ محذوف فأنت تقرأ القرآن هكذا وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون نقطة هذه ذكرى وما كنا ظالمين لما تقرأ بأن الله عذب قوم هود عاد وعذب ثمود وعذب والله أنذرهم كثيرا فلم يتعذوا فلا تقول إن العقاب كان قاسيا لا هم استحقوه عن جزارة وما كنا ظالمين معطوف على ذكرى كأنه يقول نذكركم ولا نظلمكم وضح وما تنزلت به الشياطين القرآن عودة إلى القرآن طيب من قال بأن الشياطين تلزلت به حتى ينفي الله سبحانه وتعالى عن هذا بارك الله وفيك هو بالحقيقة لا القراشيون المشركون قالوا قالوا يعني وما هو اهتيني في سورة نون سورة نون عندما اتهموه بأنه كاهن وقالوا شاعر قليلا ما تقلنون وما هو قول كاهن قليلا ما تذكرون بارك الله تنزيل رب العالمين جميل ورصبوا بأنه كاهن من هو الكاهن الذي يقول عادة أنا أتي بخبر السماء والشياطين وتتنزل سورة الشعراء وحنا قلنا في أول حلقة لماذا سماها الله سورة الشعراء هو الشعر جاءت عنهم آية في النهاية صحيح لكن الشعر كان البضاعة الرائجة في عهد العرب وفي عهد الخطاب النبوي وفي عهد نزول القرآن حتى لا يرتبس القرآن بالشعر قال وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون هون قال والشعراء يتبعه بالغاون عندما فند أن يكون القرآن من الشعر وأبطل أن يكون القرآن شعرا أبطل أن يكون كهانوتا فقال وما تنزل فيه الشعراء القرآن ربما يكون في إشارة أخرى لأن الشعراء كانوا يزعمون بأنهم يقولون الشعر بمساعدة من الشياطين جميل ثمة اقتران بين الكهانة والشعر الكهان يدعون أن الشياطين تنزل إليهم بالأخبار والشعراء يقولون له شيطان شعر فبالتالي هو ليس بكاهن وليس بشعر فقبل أن يأتي بالضربة القاضية لينفي الشعر نفع عنه الكهانوت هم يعلمون أنه ليس بكاهن الدليل وما تنزلت به الشياطين رقمها هذا كلام نوراني الشياطين وما ينبغي لهم وما يستقيم وما يصح وما يستطيعون وما يستطيعونه لو أرادوا هذا كلام منزه واضح الكلام طبعا في كلام محذوفنا وما ينبغي لهم أن يأتوا به جميل وما ينبغي لهم أن يأتوا بمثل القراء وما يستطيعونه واضح سري واضح فنفع عنهم نفيا قاطعا جيد الشياطين على من تنزل بارك الله فيه على كل أفاق آآ أعطيني الآية آية بالفعل ستأتي تنزلوا على كل أفاق دعنا نواصل نواصل طيب يقول وما ينبغي لهم ما يستطيعون أنهم عن السمع لمعزولون الشياطين في عهد النبوة في عهد محمد صلى الله عليه وسلم منعت منعا قاطعا قد تأتي بالكلمة من استرق السمع فأتبعه شهاد الكاهن ماذا يفعل يضيف مئة كذبة ويكون أفاكا دجالا ثم يغلي الناس محمد صلى الله عليه وسلم تعرفون أخلاقه فلا يزدر هذا منه نعم طيب يقول إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين هذا صلب رسالة الإسلام طبعا محمد صلى الله عليه وسلم لم لا يدعوا مع الله إله جاء بالتوحيد كيف يدعوهم إلى إله إنما الخطاب له والخطاب للأمة جميعا وللمشركين فكأن نقول لا تدعوا فتكون من المعذب أنتم أيها المشرك لا تدعوا مع الله فتكونوا معذبين حقا وصدقا فهو يعرض من المشركين ويدعو أهل الإيمان إلى التوحيد وأنذر عشيرتك الأقربين نعم أنذر عشيرتك أنت منذر لجميع البشر بلسان عربي مبين ولكن خص أهلك بالموعظة أيضا فهو أتى إلى بني عبد المناف يروى في السيرة أنه عندما نزلت هذه الآية قال يا بني عبد المناف لا أغني عنكم من الله شيئا يا بني عبد المطالب لا أغني عنكم من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنكم من الله يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت فإني لا أغني عنكم من الله شيئا ولكن قال وإنما هي يعني كما قال رحم أبلها ببلالها أو كما قال صلى الله عليه وسلم فأنذر عشيرتك هو بدأ بالدائرة الأقربين ثم الذين يرونهم ثم توسع لكن هو رسول إلى العالمين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين عامل المؤمنين معاملة حسنة وتواضع مع المؤمنين تواضع مع المؤمنين واخفض لهم جناحك كناية عن حسن معاملة مع المؤمنين مثل لما قال في سورة واخفض لهم جناحة الظل من الرحمة مع الوالدين مع الوالدين وقرب يرحمهما كم ربيان الصغيرة جزاك الله اخفض لهم لأنه يعملهم معاملة حسنة في سورة لوقمان كان لا في سورة الإسرائيل ثلاث الله الوالدان يستحقان المعاملة الحسنة والمؤمنون يستحقون المعاملة الحسنة طيب فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون عليك البلاغ كما فعل الأنبياء السابقون وإني بريء مما تعملون لا تشترك معهم في شيء وتوكل على العزيز الرحيم انظر إلى الصفة الآن وتوكل على الله لا على العزيز الرحيم هذه اللازمة التي تكرت في سورة كم مرة؟ تسع مرات من مرات وإن ربك لهو العزيز الرحيم كم أكد له أتى بها مؤكدة وإن ربك يا محمد لهو العزيز الرحيم لهو تؤكد في الوجدان في العقد في النفس بعد ذي قال له وتوكل على العزيز الرحيم فهو عزيز ينصرك رحيم يسوق لك من الأدلة لكي يؤمن قومك لكن إن لم يستجيب فأنت توكل عليه فهو كافيك بإذن الله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين هذه رؤية عناية أنت لما تقرأ تقول توكل على العزيز الرحيم الذي يراك وهل الله تعالى لا يرى الناس؟ الآخرين؟ بلى بلى جزاك الله وخير هو يرى جميع الخلق لكن هذه رؤية خاصة كأنه يقول الذي يراك بعناية خاصة وتقلبك في الساجدين توكل عليه كما قال لموسى إن معكم مستمعون وقال لهم إنني معكم أسمع وأرى وقال في سورة النجف إنك بأعيننا فقال له هنا توكل على الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين ذكر أحسن مقامين مقام القيام وقوموا لله قانتين وخير ما يكون العبد وهو ساجد وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم سميع لأقوالك عليم في قلبك وفي خواطرك فتوكل عليه وأسند الأمر إليه تجده أقرب إليه منك إلى أن يأتي ويتحدث عن الشياطين وما تتنزل به الشياطين هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون نعم هنا هذا وصلت الحديث بله قال وما تنزلت به الشياطين صح بعد ذلك قال هل أنبئكم على من تنزل أخي الشياطين لا تتنزل على مثل محمد صلى الله عليه وسلم الطاهر الصادق الأمين ذي الأخلاق العظيمة تنزل على كل أفاك أثيم كثير الكذب كثير الإثم هذا النوع لا على مثل محمد ولأن الكلام خطير وكله صيغ مبالغة أثاك أثيم بارك الله فيك أفاك فعال أثيم فعيل من الإثم تنزل على كل أفاك أثيم لكن هنا أتى في صيغة السؤال أستاذ محمد هل أنبئكم يعني بما معنى في غير القرآن هو طلب الإذن عندما أنا الآن أشرح لك شيئا وأنت لا تريد أن تفهم هذا الكلام قل هل تسمح لي بأن أشرح لك هذا كلام سيكون فيه ما يضرك هذا الكلام هو قال هل أنبئكم هو لا يسألهم سؤال يفخم المستفهم عنه يقول لهم من شأنه أن يسوءكم وأن يضركم لو كان سؤالا حقيقا ما يجيب هو سأل وأجب صحيح هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل إذن السؤال سوري يريد أن يبين لهم بأن الجواب سيسوءهم تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون يلقون السمع وأكثرهم كاذبون كانوا حريصين يلقون السمع هم في الحقيقة يسمعون ما الفرق بين يسمعون ويلقون السمع أنت عندما تسمع تلقي السمع تقرب أذنك من ناحية السمع كأنها كان أخذت أذنك وألقيتها مكان السمع بارك الله فيك لتصوير شدة حلصهم ويتصنعون الكهان يدعون أنهم يسمعون للشياطين وكلام فارغ كاذب يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاون جئنا الآن إلى نفي الصفة الثانية نفع عنه الكهانوت ونفع عنه الشعر الشعر وانظر والشعراء يتبعهم الغاون وفي قراءة يتبعهم الغاون إذا الغاون هم الذين يكونون في ضلال شديد إذا كان للذين يتبعونهم غاوين يعني أقول يتبعهم الغاون فما بالك بالمتبوعين فهمت الأستاذ بعيد لك أستاذ محمد وللمشاهد إذا كان السعراء يتبعهم الغاون ويتبعهم فما بالك بالمتبوعين فهم أشدوا غواية فهم أشدوا غواية صحيح فهو من باب أولى الشعراء لكن أي شعراء؟ الشعراء المشركون الذين كانوا يهجون الرسول صلى الله عليه وسلم بن الزبعرة النظر بن الحارث يعني الذين هجوا الإسلام فهؤلاء يتبعهم الغاون بعدين وصفهم وصفا يزري بهم ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون؟ هنا شبههم ولياذ بالله بالإبل الحائرة التي تذهب في الأودية تهيم تهيم على وجهها تهيم على وجه وتتردد بين العدوة والأخرى في الوديان الإبل عندما لا تجد الكلأ في الربا وفي السهول تذهب إلى الأودية هنا ظالة متحيرة ألم ترى سؤال تقريري أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كذابون كاذبون يقولون ما يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلا المؤمنين حتى لا يغضب من أهل الأدب والشعر لا الشعراء صنفان المشركون الذين كانوا يدافعون عن الشر وعن الباطل وعن الشرك هؤلاء يتنطبقهم من الشعراء ويتبعهم الغاون لهم شياطين تدعوهم إلى السرور أما إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات مؤمنون الإمام الشافعي كان شاعرا صحيح علي بن أبي طالب كان شاعرا صحيح حسان بن ثابت حسان بن ثابت الرسول شاعر ربي صلى الله عليه وسلم كان يقول لهم أهجهم ومعك روح القدس روح القدس نعم وقع كلامك أشد من وقع النبال فإذا كان الشاعر مسلما يدافع عن الحق والعد والإسلام فهذا شاعر عظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون أي منقلب ينقلبون سيعلم الذين ظلموا لما قال إلا الذين وانتصروا من بعد ما ظلموا أتى وسيعد التبليل هذا التبليل النهائي هذا آخر إنذار في الصورة وسيعلم المشركون الظالمون أي منقلب ينقلبون سينقلبون منقلبا سيئا ما ذكره فخمه وأبهمه سيعلم الذين ظلموا أي منقلب مبهم صح؟ لتذهب النفس كل مذهب في توقعه. توقع هذا المنقلب كيف يكون مصيرهم؟ سيكون أسوأ مصير بدليل أن القرآن لم يعبر عنه سبحان الله و جعله مبهما جعله مبهما طيب نحن بهذه الآية نكون قد وصلنا إلى الآية 227 من سورة الشعراء وهي آخر آية في سورة الشعراء لكن نسأل المخرج زميل ماجد شوما كم بقي لنا من الوقت؟ عفوا؟ سبعة دقائق سبعة دقائق إذا سبعة الدكتور ننخص فيها سورة الشعراء لا نريد أن ندخل سورة النمل ننخص فيها سورة الشعراء أهم الملامح اللفظية لها أهم المحاور التي تكلمت عنها ما هو الثوب لسورة الشعراء؟ بزاك الله و خير الحقيقة أنا عددت لك شيء نحن نقول سورة الشعراء هي سورة الإنذار أنزلها الله تثبيتا لقلب محمد صلى الله عليه وسلم من أول آية لعلك باقع نفسك ألا يكون مؤمين و ثبت قلبه و أتىه بقصص السابقين سبعة أنبياء و رسل كل نبي ماذا لاقى من قومه و كيف كان التكذيب و كيف ألحق الله بهم عذابا استأصلهم هذا المحور العام و رأينا قصص الأنبياء و رأينا هذا التعليق الأخير الذي جئنا به اليوم و إحنا هو لتنزيل رب العالمي حدث عن القرآن جميل الآن أقول لك شيء لماذا قص الله على محمد صلى الله عليه وسلم قصص هؤلاء الأنبياء بالذات في هذه السورة يوجد أنبياء آخر صح؟ صحيح يوجد عيسى لماذا هؤلاء في هذه السورة؟ وبهذا المنظر من هذه الزاوية زاوية التكذيب و زاوية الحق العذاب أقول لك يا أخي سورة الشعراء بالحقيقة هي أنزلت لنا نحن المسلمين أم للأقوام السابقة؟ لنا لنا لنتعظ نحن فكل ما ورد في حقي القصص في حق الأقوام في الحقيقة له ما يماثله في قصة محمد صلى الله عليه وسلم هي إنعكاس للسيرة كيف؟ كيف؟ أنا أقول لك مثلا عندما الأقوام السابقين قال كذبت عاد الملصلين كذبت ثمود الملصلين كذبت قوملوت الملصلين جيد أول آية طاصين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع نفسك ألا يكونوا إنا شأن نزل عليهم من السماء آية فضلت أعناقهم لها كذب فقد كذبوا من هم الذين كذبوا؟ المشركون في عهدر فسيأتيهم أنباء ما كان به السزيون لما قال له فقد كذبوا فسيأتيهم الأنباء قص عليه القصص ليراه عاقبة المكذبين صحيح؟ يعني يريد أن يقول فقد كذبوا كما كذب الأولون وسيأتيهم عاقبة ما كذب به هذا هو سبب قص هذه القصص جميل الآخرون الأقوام قالوا لكل نبي فأتينا بآية صح؟ صحيح الله قال والله لا تنفع الأدلة الحسية لو كانت نفعت كانت نفعت فرعون صح؟ صحيح وقال في البداية إن سننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين لا تنفع الآية ينفع العقل ينفع الحوار ينفع المحاججة واضح الكلام وأتاه بالأدلة مع الأقوام عندما إبراهيم الخليل حاججهم ما تعبدون نعبد أصناهم فنظلوا لها عقل حاججهم أيضا القرآن حاججهم ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأوا عليهم ما كانوا به المحاججة في قصة محمد نعطيك باختصار لأنه لا يوجد وقت صح؟ صحيح كل رسول دعا قومه وحرص البيان القرآن يقول أخوهم إذ قال لهم أخوهم هود صح؟ لما جعل محمد قال وأنذر عشيرتك الأقربين أنت أخو هؤلاء فدعهم ولا تبخل عليهم وأنذر عشيرتك الأقربين كما دعا كل نبي قبيلة واضح الكلام إنعكاس عجيب معا أنه أرسله للناس كافة لكن هنا يناسبه وأنذر عشيرتك الأقربين نعم لما نوح عليه السلام قلوا به قالوا قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون أنؤمن لك واتبعك هؤلاء لن نؤمن حتى تطردهم قال وما أنا بطارد المؤمنين قال الله لمحمد واخفذ جناحك لمن اتبعك هكذا ينبغي أن يقرأ القرآن السلام عليكم كل ما في القصص يخاطبنا ويخاطب محمد صلى الله عليه وسلم وأتى بقصة محمد ما يناسبه واخفذ جناحك لمن اتبعك كأنه يقول قل لهم كما قال نوح وما أنا بطارد المؤمنين وأن تخفذ جناحك يا محمد عندما قالوا هذه ناقة لها الخير هذه العصى هذه اليد قال وإنه لتنزيل ربي أنت حجتك عقلية يا محمد وأعطاه الحجة العقلية عندما تكلم عن متاع عاد أتبنون بكل ريع آية تعبثون عندما تكلم عن وتتخذون مصانع على لكم تخذدون لما تكلم عن فرعون فأخرجناه من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم صح؟ صحيح تكلم عن ثمود أتتركون فيما ها هنا آمنين في جنات كل هذا المتاح قال الله لمحمد عن قريش أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يعدهم ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعهم ذكر تمتيع الأقوام ثم خاطبه مع قريش قال له أفرأيت إن متعناهم والله العاقبة ستكون مثل عاقبة صحيح والله كلام ذكي جدا كلام حكيم عندما أستاذ الكريم كانوا يستعجل الأقوام تستعجل بالعذب صحيح فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادق فأتينا هو ما أتى بكلام قريش علق وأنت أنا كنت ساكت وخليتك في الحلقة قال له أفرأي عذابنا يستعجلون أولئك الأقوام يستعجلون وهو يوجه الخطاب لمحمد وقوم يقول أفرأي عذابنا يستعجلون في دلال على أنهم استعجلوا العذاب استعجلوا العذاب والله سيكون مصيرهم مصير الآخرين مبارك الله فيه لما قال أولئك إنما أنت من المسحرين الآخرون قالوا لمحمد كاهن قالوا وما تنزلت به الشياطون قالوا شاعر قالوا وما هو بشاعر السعراء يتبعهم الغاون تجد مقارنة عجيبة بين جميع الأقوام وبين سيرة محمد صلى الله عليه وسلم في القريش بارك الله فيه خطاب دقيق كل رسول قال إني لكم رسول أمين أمين قال نزل به الروح الأمين واضح السري الكريم أنا أتيت لك ببعض المرقارنان لما كل نبي قال إن أنا إلا نذير مبين قال لتكون من المنذرين فقرأ سورة الشعراء هذه خلاصتها من البداية وأتى بالقصص ثم أتى بالتعليق التعليق يرخص كل القصص ويسقط ما فعل الأقوام مع رسولهم وما بين محمد صلى الله عليه وسلم وعلاقته بقريش وبالمخاطبين كمي فما أحران أن نقرأ القرآن بهذه الرؤية بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيك سألنا نطور تالك شوي بالعكس ختام جميل نختتم به هذه السورة العظيمة من سور القرآن وكل القرآن عظيم في الحقيقة لكننا سبحان الله مكثنا في سورة الشعراء تس حلقات تس حلقات ما شاء الله تس حلقات ما وفينها حقها ولا يمكن أن نفيها حقها جزاك الله ولا يمكن أبدا لكننا إن شاء الله بإذن الله في الحلقة القادمة لعلنا نبدأ سورة النمل بعد أن نجيب على أسئلة الأخوة إذا كانت هناك بعض الأسئلة من قبل الأخوة كذلك عبر البريد الإلكتروني جزيل الشكر لفضيلة الشيخ الدكتور محمد صافي المستغانمي ونلتقي بك إن شاء الله في الحلقة القادمة ويكون صوتي قد اعتدل إن شاء الله بإذن الله أشكر جزيل الشكر ونلتقي بإذن الله وكذلك الشكر لكم على متابعتكم لنا هذه الحلقة مع شديد الاعتذار لكم وأسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والشكر جزيل لمخرجنا لأستاذ ماجد شوما السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة